أهلا بكم من جديد شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 في أسبوع لندن للعمل المناخي 2023 حيث التقى جلالة الملكة شارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ونقل إليه تحيات القيادة في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين الصديقين وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 أن الإمارات تعمل وفق رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون مع الأصدقاء والشركاء في أنحاء العالم لتحقيق التنمية المستدامة ودعم العمل المناخي وبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة وتم التوصل خلال الزيارة إلى توافق في الرؤى مع حكومة المملكة المتحدة حول أهمية السياسات الهادفة لزيادة الاستثمارات المناخية وتحفيز المستثمرين لتمويل تكنولوجيا المناخ والتشاور مع نشطاء المناخ الشباب لتعزيز أجندة وأولويات كوب 28 وأوضح معاليه أن خفض الانبعاثات بنسبة 43% في السنوات السبع المقبلة يحتاج إلى منظومة عمل شاملة ومتكاملة تربط بين السياسات والتكنولوجيا والتمويل والأفراد وتابع قائلا هذه مرحلة حاسمة ويجب أن نواجه المشاكل القائمة والوضع الحالي بصراحة تامة فنحن بحاجة إلى تصحيح جذري لمسار العمل ويجب أن ننتقل من مرحلة الأقوال إلى مرحلة العمل والإنجاز